عودة الاعتراض المقاتلات القطرية لطائرتين إماراتيتين ينضم معنا من دبي المحلل السياسي عبدالله المطوع مرحبا بك سيد عبدالله في هذه النشرة اعتراض طائرة وقبل قليل طائرة ثانية مصرح لها ومستوفي لجميع الشروط والقوانين ماذا يعني وكيف يمكن أن تتم محاسبة حكومة تاميم على هذا الفعل؟ حقيقة يعني مثل ما اشرتي قبل قليل الطائرة الثانية التي تعترض لها المقاتلات القطرية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة حقيقة هو سلوك استفزازي من قطر قد تدفع الثمن عالي جدا وغالي جدا أيضا خلال المرحلة المقبلة اعتقد الانظمة المتهورة لا تعرف حقيقة حماقة افعالها الا بعد فوات الأوان حقيقة يعني ما يحدث ونتابعه من التسارع في الأحداث من قبل القطر تجاه جيرانيها ودول الجوار وخصوصا دول مسلس الدعاون الخليجي سلوك استفزازي وسلوك يعني لا يمرر هذا الفعل الأحمق من قبل الحكومة القطرية حقيقة كان من الأولى أن أعمل المقاتلات القطرية بمنع الطيران الإيراني من التحليق أبرى الأجواء الخليجية ودول مجلس الدعاون الخليجي حقيقة نشاهد الحوثي الآن يهدد الملاحة الدولية في اليمن والنظام القطري مدعوما بميليشيات إيرانية وغيرها يهدد الأجواء الجوية في منطقة مجلس التعاون الخليجي أعتقد قطر عندما تنفي ذلك أعتقد أن الخطوط أو المجال الجوي هو مراقب من قبل منظمات دولية تحفظ سلامة الطيران المدني وتعمل على سلامة هذه الطائرات وركابها غض النظر عن أي دولة تنتمي لها هذه الطائرة أعتقد المجتمع الدولي وهيئة الطيران المدني العالمية ستفرج خلال الساعات المقبلة عن فيديو يبين مصداقية ما تحدثت به هيئة الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتعدة لإضطراب ودخول طائرات عسكرية حربية تابعة للنظام الحمدين في إضطرابها لهذا المجال لطائرة مدنية وهذه الطائرة هي رحلة مدنية موسقة من قبل الطيران المدني تتجه يوميا إلى العاصمة البحرينية المنامة وتعلم جيدا الخط الذي يوضع لها المجال الجوي الذي يسمح لكل طائرة مدنية هو مجال معتمد من قبل هيئة الطيران المدني العالمية وليس معتمد من قبل دولة معينة أو غيرها هذا التهديد يبعث برسالة سياسية مهمة لهذا التنظيم الذي أفسد في المنطقة وعمل على تهديد أمن واستقرار حدث برأيك ما هو الهدف وما هي الرسالة الذي يود أن يرسلها أو ترسلها حكومة تميم؟ نحن حقيقة نريد أن نعلم جيدا بأن ما تقوم به هذه الحكومة ليس له إلا سبب واحد هو الاستفزاز الحقيقي لدول المقاطعة بقيادة المدكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومصر والبحرين النظام أصبح في الرمق الأخير نظام فاشل وبدأ يظهر محاولات فاشلة من خلال عمليات استفزازية إن كانت بعد فشله في الإعلام ونشر الأخبار الكاذبة من حين إلى حين الآن يعمل على التحرش بدول الجوار الآن هذه سلامة الملاحة الجوية ليست مطلب إماراتي أو سعودي أو خليدي هذا هو مطلب المجتمع الدولي أن يكون هناك موقف حقيقي من قبل المجتمع الدولي لأن سلام المجالات الجوية والبحرية والبرية والممرات الدولية هو يعني من قبل تأمينه من قبل المجتمع الدولي واجم على المجتمع الدولي أن يقوم بتأمينه وليس على دولة معينة أعتقد تصريح دولة الإمارات كان واضحا من قبل حيئة الطيران المدني الذي أصدرت بياناً صباحاً هذا اليوم وتعيد بإصدر هذا البيان لها الحقية الكاملة في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب برأيك كيف ستواجه دول المقاطعة هذا الاستفزاز من قبل حكومة تميم؟ العمل الذي تقوم به حكومة تميم أو نظام الحمدين مثل ما شرط الإجراءات التي ستتخذها دولة الإمارات أو المجتمع الدولي ستأخذ على مجال قانوني وغسلك قانوني من المبكر جداً أن نتحدث ما هي الإجراءات ولكن هذا إثبات يفشل حقيقة المتاعي التي يسعى إليها نظام الحمدين كاذباً عبر وسائل الإعلام بأنه هو يريد العودة إلى الحضن الخليجي لكن كيف أن يعود وهو يعتمن بحضن عباءة إيران والنظام الميليشيات الإرهابية للنظام الإخوان المسلمين في قطر ويضم عدد من الإرهابيين أعتقد هذا ما نعتبره مراحقة سياسية يقوم بها النظام الحمدين حتى بالكذب الإعلامي أتوقع بأن المقاتلات التي تعترضت لهذه الطائرتين المدنيتين التابعة لدولة الإمارات ربما تكون هي مقاتلات تركية أو إيرانية أو غيرها فهي حقيقة الشعب القطري هو جزء لا يتجزع من أبناء الشعب البيت الخليجي ولكن ما تقوم به السلطات القطرية هو مؤشر خطر جداً بأن تدخل الأزمة القطرية منحنة جداً صعب خلال المرحلة المقبلة وهذا سلوك استفزازي يعني أحمق من قبل النظام نعم اسمح لي أن أقف عند هذه النقطة من دبي المحلل السياسي عبدالنطوع شكراً جزيلاً لك